لكن فضيل الشيخ دائما في علاقة إشكالية يعني ربما تزداد حد التوتر تخف أحيانا بيصير فيه انسجام بيصير فيه اختلاف تحديدا بدي أطلب منك تصف لي هذه العلاقة الإشكالية على المستويات التالية الأزهر السلطة سلطة سياسية والشارع صدقتي هو يعني قد يكون هناك مد وجزر في هذا الدور طبعا لأن الأزهر هي مؤسسة صحيح هي مؤسسة عالمية ومؤسسة تعبر كما قلنا يعني يحل لنا أن نعبر دائما أنه يتحدث أو يعبر عن ضمير الأمة أينما كانوا لكن لا تنسي حضرتك أن الأزهر أيضا جغرافيا يقع في مصر يقع في دولة يقع في دولة وثم هو منتزم بالطابع العام الذي يعني يعبر عن هذه الدولة أضرب لحضرتك مثلا الأزهر مرحلة الضعف أو لا أقول إنزواء ولكن يعني الصمت المؤقت كانت ربما بعد ثورة 52 لأن المؤامات السياسية في الدولة كانت أن تتجه إلى الفلسفة الاشتراكية في مقابل الفلسفة الرأسمية الرأسمية التي كانت ساعدة قبل ذلك والفلسفة الشركية من قسين الفلسفة الشركية العلمية العلمية والتي كانت يعني تعبر عنها مذاهب فلسفية معينة لها موقف من الدين فبالضرورة أن هذه الفلسفات الاشتراكية العلمية والتي كانت يعني هي البديل المطروح في الشارع المصري أو في يعني الوعي العام للجميع المصرية طبعا كان الأزهر ناله نصيب من الإهمال لأن نحن نعلم أن الفرق بين الفلسفة الرأسمية والفلسفة الاشتراكية العلمية الفلسفة الاشتراكية العلمية لها موقف مضاد من الدين معلم أنها لا تسمح للدين ولا للعقائد ولا الأيدولوجيات التي كانت تسميها بخلاف الفلسفة الرأسمالية الفلسفة الرأسمالية الحقيقة هما الاثنين ضد الدين لكن الفلسفة الرأسمالية لأنها تؤمن بالحريات الأربعة ومنها الحرية الشخصية فإذا كان هناك شخص يريد أن يتدين فليكن ليس احتراما للدين أو أنه حقيقة موضوع لأن الدين هنا يعبر عن حرية شخصية الفلسفة الاشتراكية العلمية لا طبعا لا تسمح تضارد الدين ترصد أموال لمضاردة الدين طبعا كان لا يمكن مضاردة الدين في بلد كمصر وبلد فيها الأزر هل استمر فضيل شيخ هيدا الجزر حتى يعني ما بعد حكم مبارك والله لا هو ما بعد 67 ما بعد 67 والأمور بدأت تأخذ وضعها الصحيح وبعد أن يعني سقطت كل المبررات التي كان يبرر به وأنا هنا برضو أحب أن أذكر إخوانا الذين يلومونني دائما حينما تحدث سازا يقولونك كأني أنا ضد الفترة الناصرية لا إنما الدولة لها مواءمات اقتصادية أو لها مواءمات ففي ظل هذه المواءمات ربما هذا المد والجزر يحدث لكن ليس انطلاقا من أن القائمين على الدولة كان لهم دور ضد الدين أو ضد الأزر بطبيعة هذه الأفكار طبعا يعني هو مقتضايا الأمور في هذا الوقت